بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلى على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذ أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري عظم الله جورنا ووجوركم باستشهاد سيدنا ومولانا الإمام علي بن محمد الهادي عليه السلام كم مرة عليك أن تقول أستغفر الله وأسأله التوبة كي يغفر لك الله ذنبا واحدا في شهر رجب أنت أذنبت ذنبا في شهر رجب كم مرة تحتاج أن تستغفر الله كم العدد رجاء استمع رجاء استمعي قال آية الله السيد الشهيد محمد باقر الصادر قدست روحه الزكية ذنب واحد في غير شهر رجب قد يحتاج إلى سبعين استغفار بدمع في جوف الليل عسى ربنا أن يغفر لنا أما في رجب فاستغفار واحد يكفي بأن يغفر الله سبحانه وتعالى لك الذنب الذي ارتكبته لذا علينا أن نستكثر من هذا الذكر المحمدي في شهر رجب وكما أمر النبي صلى الله عليه وآله أكثر من الاستغفار في شهر رجب وعلينا أن نردد دائما استغفر الله وأسأله التوبة مرة واحدة في شهر رجب أما في غير شهر رجب ربما تحتاج إلى سبعين مرة تستغفر وتبكي وعيونك تدمع على وجنتيك وربما الله سبحانه وتعالى يغفر لك ولكن في شهر رجب لا المغفرة إن شاء الله مفتوحة وأبواب الرحمة دائما وأبدا مملوئة بالتوبة إلى غير ذلك ولكن كلامنا مع من؟ كلامنا مع الأشخاص الذين لا يستخفون بهذا الكلام أي بمعنى لا يستغلون رحمة الله ويريدون أن يخدعوا الله سبحانه وتعالى وهو خادعهم الذين يحاولون أن يخدعوا الله والله خادعهم خادعهم بمعنى بأنه ماذا يتعمد ارتكاب الذنب يتعمد أن يؤذي فلان أن يشتم فلان أن يضرب زوجتها أن يؤذي أولاده أن يعق والديه أن يغش في الميزان أن يؤذي جاره يؤذي أحد من الناس ويقول هي مرة استغفر الله وينتهي الأمر لا هذا يعتبر استغفاف بالله عز وجل وبرحمته وبأنك لا تستحق هذه الرحمة لأنك لم تستخدمها بالشكل الصحيح وبالشكل الذي يرتضيه الله سبحانه وتعالى وهذا يدل كما يقول علماؤنا العلام على السفاهة فلان سفيه لا يعرف كيف يستغل هذه الفرصة بالشكل الصحيح ففلان سفيه كلامنا مع الأشخاص الذين يأتيهم الذنب ليس عن إسرار وتعمد وترصد لا أبدا وإنما نتيجة انفعال نتيجة الظرف نتيجة حالة نفسية وتكلم بكلمة وتصرف بتصرف هؤلاء الذين في رجب مجرد أن يقول أستغفر الله الله يغفر لهم أما في غرشها الرجاب ربما يحتاجون للأكثر برنامج صباحات والأيام من محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام